كخوح أخد يا عم إيه ده؟ دي نار ده ده أخلى في صدري مش عايز امسك يا جدع، أنا وافيح على ما يمكن اللي، شد واكتم أنا عزك تكبر يا سلامة بقولك يا سعيد أنا عرفة لنعمات صحبك وأنا كتبقى ميال الأكثر مني بس أنتا من آخر ما أكشى صاحب فاظبوتني بحوار عزة ده وانا هتديك خمس تلاف جنيه طيب بس شدة يا سلامة قبل مالوردة اتنين خلاص خليهم سبعة ها قلت ايه الله يا سلامة كلامك مؤثر سهرد على التليفون ده وارجع بعدك المفيد بس شطرتك انك تخلص ده وقصد استخلص السجارة مفيش عزة من غير ما تفرومها انا بحرية لا انا مستغرب يعني انك لسه صاح على حد دلوقتي يعني انا في الشغل انت فهمة بقى شغلي مالويش موعي صلاح انا عايز اعرف عنك كل حال لا طبعا مش دلوقتي على فكرة انا قلت الماما عن مشاعري نحيتك ومشعرك نحيتي صلاح هو انت بتحبيني مش كده اه طبعا طبعا حبك يعني بس انا يعني زي ما تقولي كده ما بعرفش عبر عن نفسي يعني طبيعة شغلي وكده اه حرية بقولك انا حاليا في القاهرة وفي المهمة يعني فممكن تديني فرصة لما اوصل الى اسكندرية كلمك طيب اوكي محمد رسول الله بس بقى يا عم سلامة قرم السجارة دي وتعجل عشان تكن لقمت ليك مكلتش من الصح بنا يهون اللي احنا فيه وفلوسك اللي ضاعت اه كده ومكرونة بالليل كده يا عاطف يا قويا بتتأنزحش قوي كده زي ما ان مكنوش رقيين حتى الفول على رأيك لا ارحمك عم اسمعيه كان دايما يشيل نايبه كانت ايام هم وفقر هتعمليه سلامة بتتلطش في دماغه ده والله يا عاطف صعبان علي هو فعلا يا عاطف ممكن حد يتعلق بحد قوي كده يعني اه بتحصل بالك اسمعين بيوحشني قوي بقولك ايه اجمل بوصل بطولك ده انت لسه المشوار قدامك طويل ووعي يا حبيبي تخلي حتى يصعب عليك كل واحد في الدنيا دي شايل بلوته على ظهر ونفعش تشيل بلوت غيرك مش هتستحمل حتقع وضهرك يتكسر يا بختك يا عاطف طول عمرك مقامك يشغر اللي منك نزل بقى سلامة عزة وعماد من على ظهرك عشان ترتاح واذا كنت انا سبب فكل اللي بيحصل لهم اعمل ايه؟ اللي يبص ورايا برينز يضيع ولو الباحد عادي يحسب اللي فات هيقتله الهم يا رأيك كفاية همة بقى بكرة فرح وعايزين نفرح انت اللي عملتي فينا كل ده طب وايه الحل ياما يعني هتجوز من غير هدوم؟ انا حاخد بعدي واروح لفرغاليا استسمحوا تاخدي هدومك اللي عندهم ولو اني عارفة انه هيرفض دي حاجات بشقو شويات وانا من طبتي مخلتلي كيش حاجة واديت كله على هناك طب تشتريه تقمين بيت وتقمين خروجي ماشتوني لغاية وربانا ايفرجها مناني يا حبابتي هو انت خلتي حلتنا حاجة ده انا ساحبة من فلوس البيت وقلت اكملهم من فلوس النقطة ايه المناظر انها كان دي؟ ده شاك الماس عندها فرح النهاردة؟ فرح الشم والندامة فرح هندخل في العروسة من غير هدوم صح ده انت هدومك عند سلامة باقول لك يا عبوطف تجيش معايا حبيبتي عند فرغاليا استسمحوا وينوبك سواب في البت الغلبانة دي؟ الموضوع ده ما يحلوش الحريم ده عيس رجالة انا مش هخرج من البيت ولا فتلة اللي لما رجب يدفع اللي دفعناه في الجواز يا ابو سلامة خليك واقعي انت لو عدت تدن جنب رجب مش هتطلع منه جنيه وانا مقدرش ازعل سلامة واخرج اي حاجة من البيت ماشي هادي ربعمائة جنيه وعشان زعل سلامة انت بتقول لي ربعمائة عشان اقولك خمسمائة؟ قولنا خمسمائة وهادي عمود كمان اسيد سعيد الحكاية مش حكاية فلوس سلامة ابني زي معمات صاحبك لا اله الا الله وانا حلاق منك وانا مبنك يا عم فارغالي انا مش بعمل كده عشان عماد اماد مش هخص عليه حاجة هنخصان في الموضوع ده ابنك ولو سبنا الهدوم كده قدامه وحيفضل تعبان ومش هينساها طيب والفلوس اللي صرفناه ما انا بقول لي خد خمسمائة جنيه او هضله عليك في الباقي وازاي هنخرج الحاجة دي من غير ما سلامة يحس؟ هنسرسلهم انا هاخد شوالي دلوقتي وبعدين ابعتلك العالي اخدو حتة في حتة لحد ما انخلص وعندك انتين طيارة مع انتين عيادة بنت اسروق خد يا بنت ليهلي انتش هلاده؟ وانت مالك ما تخريك في حالك جامد ده زي امك خد اده زعيد هادي الجنيه يا ابني اللاعيبة خد نجول اه 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 ايه ده انا ايه اللي جابني هنا العفارية الزور ده نزعيل تجامد احمد ربنا انها جات على قد كده فيه حد يتعارك مع بطل اسكندرية في الكون وفوه وجاية تقولي دلوقت بعد ما تحني لا ايه قدام المزز فضحتنا طب ومش مش في المش مش انا هعرف اخد حقي خلي بالك ده وطبو اكبر مقاول في اسكندرية مش هتعرف تعمل معه حاجة برضو الكارت اللي معي اقوش اللو ايو صلاح بيه يا ابراهيم انا في مهمة حساسة جدا دلوقت طب هو اسمه ايه الواد ده مين طيب انا يومين كده ارجع اسكندرية واكلمك ايه في الباب ايه ايه في الباب يا ابراهيم شبطولة يا شروق ما تحريمش منك عدي الجماية ربطاني ما مضى يا بيت انت خد يا فضل حالي فاني منك دي اخر حاجة وسلامة صحي وانا بقى في الباب اروح وانا مش هلقان رمي من سلامة ده عديها على كده رب عزة اهو اعمد غطسان فين من صباحات ربنا طلع عقله من الصبح مع العماء ربنا يكون فاونه ايه يا اختي ومين يشهد للعريص طعيف والنبا تنع الابوي عشان يهذر الفاعل ابوك اي دماء بو ناشفا مش سامع الباب فستان الاروسة وصل ايه تعني زغرطي من غير مااخد بالي وفيها ايه يا اختي ده حد يسمعين بيحب الفرفاشة ويدي زغروطة على زغرات خلمت يا عوات انتعني الباب دا يا ابا الحاولي ايه هرام عليك سينا ننزل هتنزل تروح فين هتجاوزو عزة يا ابا خلاص يا ابني عزة مش بتاعتك يا لي انت عايد نشرب السم تاني هو انت كنت شربته اولاني الباب دا مش هيتفتح لا ليه او لا ليك الا ما الفرح بتاع البت دي ياخلي اولك هتجاوزو عزة افتاولي الباب دا يا ابا هرام عليكو خلاص الحاول يا ناس سابلت! 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 رجل! روح يا عتدالي! روح أفجح ببندك لغانا تضمن علي مهلا! و انت! روح يا عتدالي واسبيني في حالي! موسيقى 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 او بللتك يا حبيبي عاملين فرع عشان نفرح بس برضو راكبنا الهم يا خلا بعد الشر همه ليه ما اصيبت صابق لوحدي يلا رخاف معاه روح 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا ده انا بدوروا حاجة كلها وبعد كده اخش اناب جابنا عندك في التلاجة والعيشة واحد تراويزة تاكل وتنام قدامي في الصالة تخافش علي يا ابا انا هاكل لقمة وانا على طول يا ابن الدنيا واسعة وكبيرة وانت خرجت للدنيا وشفت لك علي اجوزك ست ستة ايه رأيك في صريفة بنت عبد الحميد بنت مؤدبة وكويسة وابوها راجل طيب مين دي يا ابا ما عرفهاش ما تعرفهاش عشان بتمشي زي العسكري لا بتلتفت لايمين ولا شمال اللي انت شايفه صح هعمله يا ابا اهو كده المجدع كده الرجولة تعجبني